نرى إذا كان بالإمكان تسمية هذا الجزء باستخدام ما نسميه RS أو قاعدة أولويات كان إنجلد بريلوغ وأول شيء يجب القيام به هو أن نرى إذا كان هناك أي مراكز كايرالية في هذا الجزء إذا لم يكن عندها لا داعي لاستخدام نظام RS يمكن استخدام قواعد التسمية المعروفة وانتهى الأمر إذن إذا نظرنا هنا هذا الكربون موصول مع ثلاثة هيدروجينات وليس موصول مع أربع مجموعات مختلفة نفس الشيء بالنسبة لهذا الكربون هنا هذا الكربون هنا موصول مع الفلور لكن هو موصول مع مجموعتين مثل إذن نفس المجموعة إذن هذا أيضا ليس كربون كايرالي أو كربون غير متماثل هذا الكربون هنا موصول مع هيدروجينات وثلاثة كربونات أخرى لكن كل واحد من هذه الكربونات تبدو كأنها مجموعة مختلفة هذا الكربون موصول مع إثان مثل وفلور هذا الكربون موصول مع إثان هيدروجينات وبروم هذا الكربون هنا يمثل مجموعة مثل إذن هذا يبدو كمركز كايرالي كايرال سيمتر يبدو ككربون كايرالي والأشياء الأخرى لا تبدو كذلك هذه فقط مجموعة مثل لديها ثلاثة هيدروجينات إذن بكل تأكيد ليست موصولة مع أربع مجموعة مختلفة وهذه موصولة مع دلتين هيدروجين وهذه من الواضح أنها نفس المجموعة إذن هذه أيضا ليست مركز كايرالي إذن لدينا مركز واحد كايرالي إذن نظام RS للتسمية يمكن تطبيقه هنا هذه نقطة بداية جيدة ستكون التسمية باستخدام قواعد التسمية القياسية الآن ولعمل هذا ننظر إلى أطول سلسلة كربون هنا ينرى إذا بدأنا هنا ولا أعلم ما هو الاتجاه للآن لكن أريد فقط تحديد أطول سلسلة إذا صرنا من هنا لدينا واحد ثلاثة يمكن إما أن نسير أربع هنا أو أربع هنا لدينا أربع كربونات هذه أطول سلسلة إذن هذا يدلنا على أننا نستخدم البادي أبيوتل بيوت سيكون بيوتان لأنها كلها روابط أحادية هنا إذن هو بيوتان لكن إذا أردنا التفرع لا يهم إذا استخدمنا هذا CH3 أو هذا CH3 هم كلهم نفس المجموعة لكن حتى نقرر إذا أردنا استخدام هذا الجزء من أطول سلسلة أو نستخدم هذا الجزء نفكر فيه قاعدة حيث السلسلة الأساسية المستخدمة يجب أن يكون لديها لها العديد من المجموعات البسيطة المرفقة بها أو المرفقة بها قدر الإمكان في مقابل عدد قريب من المجموعات المعقدة إذن إذا استخدمنا هذا الكربون كجزء من أطول سلسلة عندها ستكون هذه المجموعة موصولة به والتي ستكون مجموعة البرامو مثل وهي ليست بسيطة كما تظهر هنا لكن إذا استخدمنا هذا الكربون في السلسلة الطويلة سيكون لدينا مجموعتين سيكون لدينا البرامو وسيكون لدينا أيضا مجموعة مثل وهذا ما نريده نريد مجموعة أبسط موصولة مع السلسلة الأطول إذن ما سنقوم بعمله سنستخدم هذا الكربون وهذا الكربون وهذا الكربون وهذا الكربون كأطول سلسلة ونريد أن نبدأ من النهاية حيث نصل لأقرب مجموعة بأقل مسافة لدينا البروم هنا إذن هذا سيكون الكربان رقم 1 هذا الكربان رقم 2 وهذا الكربان رقم 3 وهذا الكربان رقم 4 ومن ثم يمكن إيجاد المجموعات بأي ترتيب يجب أن تكون إذن هذا 1 بروم ومن ثم سيكون 2 مثل هنا ومن ثم لدينا هنا الهايدروجين ومن ثم لدينا ثلاثة فلور إذن على الكربون الثالث لدينا الفلور ومن ثم عند الكربون الثلاثة لدينا أيضا مجموعة مثل هنا ثلاثة مثل تذكروا عند التسمية نضع المجموعات بالترتيب الأبجدي البروم يأتي أولا إذن هذا هنا يكون واحد برومو واحد برومو ومن ثم أبجديا الفلور يأتي بعد ذلك واحد برومو ثلاثة فلورو لدينا مجموعتين مثل اثنان فاصلة ثلاثة داي مثل داي مثل لا تأخذ بعين الإعتبار عند الترتيب الأبجدي تذكروا الدي لا تأخذ بعين الإعتبار داي مثل بيوتان لأن لدينا أطول لأن لدينا أطول سلسلة سلسلة كربون تتكون من أربع كربونات داي مثل بيوتان إذن هذه قواعد التسمية المعروفة والآن ما زال علينا استخدام نظام الار اس الآن يمكن عمل هذا الآن للتفكير في هذا قلنا من قبل أن هذا مركز كايرالي إذن يجب علينا بالضرورة ترتيب المجموعات الموصولة معه بحسب العدد الذري ومن ثم نستخدم قاعدة أولويات كال انجل دوبريلو وسنقوم بكل هذا في هذا المثال لنبحث إذن المجموعات المختلفة الموصولة مع الكربون عند النظر إليها هذا الطرف لديه ثلاثة كربونات وهيدروجين الكربون هو بالتأكيد أعلى في العدد الذري على الجدول الدوري لديه عدد ذري 6 الهيدروجين هو 1 من المحتمل أنكم تعلمون هذا إذن الهيدروجين هو بالتأكيد سيكون رقم 4 إذن لنضع رقم 4 هنا بعد الهيدروجين لو أريد لون لطيف سأكتب بلون الأبيض إذن الهيدروجين هو في المجموعة رقم 4 يجب أن نفرق بين مجموعة الكربون هذه وتلك المجموعة من الكربون ومجموعة الكربون تلك والطريقة للقيام بذلك إذا كان هناك تعادل في الكربونات الثلاثة عندها ننظر إلى ما هو موصول إلى هذه الكربونات ونقارن أعلى شيء موصول مع كل من هذه الكربونات مع أعلى شيء موصول مع الكربونات الأخرى ومن ثم نقوم بنفس التصنيف أو الترتيب وإذا كان هذا متعادل نتابع أكثر وأكثر إذن عند هذا الكربون هنا لدينا البروم البروم لديه عدد ذري يساوي 35 وهو أعلى من الكربون إذن هذا موصول مع البروم وهذا فقط لديه الهيدروجين موصول به هذا الطرف لديه فلور موصول به هذا أعلى شيء إذن هذا سيكون الأقل أو يجب القول أو يجب القول الثاني من حيث الأقلية لأنه لديه فقط هيدروجينات موصولة معه إذن هذا رقم ثلاثة الطرف الذي لديه البروم هو موصول به واحد والطرف الموصول مع الفلور أو سيكون واحد الطرف الموصول مع الفلور هو رقم ثمان وكتذكير هناك تعادل في الكربون لذا يجب أن نبحث عن المكون التالي الأعلى وحتى إذا كان هذا لديه ثلاثة ثلاثة فلور موصولة معه البروم ما زالت تعلو عليه فنقارن الأعلى بالأعلى إذن الآن بما أننا قمنا بذلك سعيد رسم هذا الجزء بحيث يكون أسهل للتصور إذن سأسمى الكربون الكايرالي في الوسط في الوسط حسنا هنا وأقوم بهذا من أجل أهداف التخيل وهنا لدينا المجموعة رقم واحد وسأسميها حرفيا المجموعة رقم واحد إذن هنا هذه المجموعة رقم واحد هي في مستوى الشاشة إذن سأسمي هذه المجموعة رقم واحد هنا أيضا في مستوى الشاشة لدينا المجموعة رقم اثنان مجموعة رقم اثنان إذن سأقوم بها هكذا من ثم لدينا المجموعة رقم اثنان بهذا الشكل ومن ثم لدينا المجموعة رقم ثلاثة خلف الجزيء الآن بالطريقة المرسومة بها سأستخدم اللون الأرجواني لدينا هنا المجموعة رقم ثلاثة وهي خلف الجزيء سأرسمها بهذا الشكل إذن هذه المجموعة رقم ثلاثة ومن ثم لدينا المجموعة رقم أربعة وهو الهايدروجين والذي يشير للخارج لأن الآن سأستخدم الأصفر لذلك لدينا المجموعة رقم أربعة تشير إلى الأمام الآن هذه رقم أربعة بهذا الشكل بهذا الشكل في الواقع سأسموها بشكل أوضح من الأرجاع أنها تبدو قليلاً مثل هيكل الثلاثة القوائم هنا إذن لنعيد رصب المجموعة رقم ثلاثة المجموعة رقم ثلاثة يجب أن تبدو إذن هذه المجموعة رقم ثلاثة سأرسموها بهذا الشكل المجموعة رقم ثلاثة خلفنا هنا ومن ثم في النهاية لدينا المجموعة رقم أربعة في الأصفر وهي فقط الهيدروجين الذي يشير بشكل مستقيم للخارج إذن هذا خارج بشكل مستقيم حسناً ليس مستقيم لكن في زاويات خارج ربما إذن هذه المجموعة رقم أربعة وهي عملياً فقط للهيدروجين إذن لا داعي لتبسيطها كثيراً الآن هي هكذا أو عن طريق قاعدة أولويات كان إنجولد بريلوغ نظام الـ RS سنقوم بتسمية هذا الجزء نريد المجموعة رقم أربعة لتكون الأبعد في الخلف إذن في الواقع نريدها حيث موقع المجموعة رقم ثلاثة والطريقة الأسهل التي يمكن أن تفكير بها هو أنه يمكن أن تتخيل أن هذا هو ثلاثة القوامل لذلك يمكن انقلبه رؤساً على عقبة أو طريقة أخرى لنبين هذا يمكن أن تبدو كمضلة حيث هنا المكبض للمضلة وهذا أعلى المضلة الذي سيحجب المطر عنه لكن أسهل طريقة الحصول على المجموعة رقم أربعة للحصول على المجموعة رقم أربعة وهي عملية الهيدروجين في موقع المجموعة الثلاثة ستكون تدوير الجزء يمكن أن تتخيل الدوران حول المحور والذي هو المجموعة رقم واحد إذن المجموعة رقم واحد في نفس مكانها ستكون في نفس مكان المجموعة رقم أربعة ستدور إلى المجموعة رقم ثلاثة المجموعة رقم ثلاثة ستدور لتكون في مكان المجموعة الثانية ومن ثم المجموعة الثانية ستدور لتكون في موقع المجموعة الرابعة إذن إذا أردنا إعادة رسم هذا سأعيد رسم الكربون الكايرالي سأرسم هنا سأرسم هنا إلى لدينا كربون كايرالي سأضع نجمة هنا لنشير أن هذا كربون كايرالي المجموعة رقم أربعة الآن هي في الخلف وسأقوم بهذا مع الدوائر هذا يجعلها تبدو مثل الذرات إذن المجموعة رقم أربعة هي الآن في الخلف بنفس الموقع الذي كانت به المجموعة الثالثة إذن رقم أربعة هي الآن هنا ورقم واحد لم تتغير هذا هو المحور الذي كنا ندور حوله إذن المجموعة رقم واحد لم تتغير رقم واحد ما تزال هنا رقم إثان الآن هي حيث كانت المجموعة رقم أربعة إذن رقم إثمان الآن هي خارج الصفحة بهذا الشكل ومن ثم لدينا رقم ثلاثة هي الآن حيث كانت رقم إثمان إذن المجموعة رقم ثلاثة هنا والآن بمعنى وضعنا المجموعة الرابعة في الخلف فلقد أوجدنا عمليا إذا ما كان يجب أن نسير مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة من واحد اثنان ثلاثة وهذا شيء مباشر ننتقل من واحد اثنان ثلاثة يجب أن نسير بعكس عقارب الساعة أو طريقة أخرى للتفكير في هذا أننا سنسير لليسار بعكس عقارب الساعة إذن سنسير إلى اليسار ولهذا بمعنى نسير اليسار إذن هذا S أو سنستر إذن هذه S والتي ترمز إلى سنستر وهي باللاتينية تعني اليسار إذن انتهينا قمنا بتسميته باستخدام نظام R S هذا الجزء هو S سنستر واحد براما وثلاثة فلور وثان ثلاثة داي مثل بيوتر ترجمة نانسي قنقر